بعد أن دفعت الحرب ملايين المواطنين إلى حافة الفقر والنزح والمرض بات الوضع الإنساني في البلاد يأخذ شكلا كارثيا من يوم لآخر تتضاءل فيه فرص هؤلاء في الحصول على موادهم الأساسية وضع كهذا استدعى إطلاق البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة برنامجا يهدف إلى مكافحة المجاعة في البلاد ممثل برنامج الأغذية العالمي ستيفن أندرسون أكد أن البرنامج الذي خصص له نحو 36 مليون دولار يهدف إلى تقديم مساعدات فورية لأكثر من 630 ألف شخص في 21 منطقة خاصة تلك الأكثر تضررا بوباء الكوليرا وفي محاولة للتخفيف من كارثة الوضع الإنساني وضع مكتب تنسيق شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في وقت سابق خطة استيابة الإنسانية لمساعدة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة الخطة التي هدفت إلى حجد التمويل اللازم لمجابهة آثار عدام الأمن الغذائي لنحو 12 مليون شخص استطاعت الحصول على مليار و300 مليون دولار من إجمالي احتياجات الخطة المقدرة بمليارين و300 مليون دولار وعلى الرغم من الجهود التي تبدلها المنظمات الدولية في سبيل مكافحة الجوع في اليمن إلا أن آثارها تتفاقم في ظل استمرار الحرب من جهة وتعذر وصول المساعدات نتيجة مصادرتها من قبل الميليشيا والإتيار بها في السوق السوداء ناهيك عن ضيق نساحات العمل الإنساني خاصة في مناطق المواجهات ستظل التداعيات الإنسانية في تفاقم مستمر ومعها تتكرر التقارير الدولية المحذرة والمنددة باستمرار أسبابها لكن هذه الوجوه والأجساد المهترئة ستبقى مجرد أرقام للاستثمار ولن تجد كل مرة سوى دهشة وقلق المسؤولين الدوليين والهيئات الإنسانية أما المعنيون في الداخل فقد شوهت الحرب ضمائرهم وصاروا يمتهنون صنع وتنمية المأساة اشتركوا في القناة